نظمت أكاديمية المملكة المغربية دورتها الثالثة والأربعين حول إفريقيا أفقاً لتفكير في إطار اهتمامها بالقارة الإفريقية تاريخاً وحضارة ومن خلالها عقدت ندوة دولية حول العائلة والنظر إليها كمتاهة أو كاستعارة كرمت من خلالها الأديبة مارينداي احتفاءاً بجهودها الأكاديمية حول المرأة الإفريقية والحائزة على جائزة كونكور عند روايتها ثلاث نساء قويات